وفي صلاح الدين طالبت العيلات نازحة من قضاء بلد بالعودة إلى مناطقهم التي تمت استعادتها منذ أكثر من عامين وتسيطر عليها فصائل من ميليشيا الحجد وتحديدا في منطقة الفرحانية والقرى المحيطة بها النازحون اتهموا في تصريحات لقناة الفلوجة الحكومة والجهات الأمنية وميليشيا الحجد الشعبي بعدم السماح لهم بالعودة إلى تلك المناطق مؤكدين أن أضاعهم سيئة للغاية في ظل البرد وانتشار الأمراض وقلة المساعدات الغذائية والطبية بالنسبة لي 18 نفس عندي وما عندي غير بس رحمة الله أريد أرجع على داري نصبح نبتشي والنام نبتشي وما عندنا غير بس الله وأنتو والحكومة ترجعنا على ديراننا ما حد رجعنا ما جاءنا أمر نرجع إحنا منطقة الفرحاتية تابعة قضاء بلد تغريبا عشرين ألف نسمة إحنا به وما حد رجعنا إحنا نطالب الله أحد يرجعنا يرجعوننا نخلص من هذه المعاناة الحكومة يعني ما جاء يترجعنا إحنا جاء نطالب الحكومة أنه يترجعنا له ديارنا ما جاء يرجعوننا يعني إحنا نزحنا من زمان فتعبنا حيل يعني حال بارحة مطرة شوف اللعبين طابة جهان ملو مي وطين واللعبين طابة انتهينا خلاص شوف حالتنا مدرسة قاعدين وحوائل شثيرة وما حد ما أخذ راحته على مديرتك ومنطقتك إحنا نطلب من الحكومة العراقية ترجعنا لديارنا